بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا النهاردة بنتفقد بيوتنا ونبص على البيوت وإيه اللي فيها اللي هنتكلم عنه النهاردة محتاج ان احنا نهدى شوية لان اصلا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه موضوع الناس بيعتبروه حساس وهو مش محتاج انها تبرو حساس يعني حضرتك وانت سمعاني دلوقتي وحضرتك وانت سمعاني دلوقتي لابد ان احنا نفهم ان احنا نتكلم عن حاجة المفروض ما كانتش نعمل لها حلقة ونتكلم عنها لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء الا زانة وما نزع من شيء الا شانة وان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الانف فالاساس ان الشرع الشريف ما فيوش فكرة العنف ان انا اعط بقى واجهت كلم النهاردة في حلقة عن العنف الاسري اللي هو وباء ممكن يصيب افراد الاسرة جميعا وكل واحد من افراد الاسرة ممكن يحصل وينتقل وهذه العدوى عدوى العنف العنف يا سيدة لابد ان احنا نعرف ان هو ما بيجيش في لحظة الشخص ينشأ لابد ان هو يعلم ان العنف جريمة لازم الطفل من هو وصغير كده يعرف ان العنف ده جريمة ايا كان شكله ساء عنف عاطفي عنف اقتصادي او في حيث يسمع عنف اقتصادي او في حيث يسمع عنف اقتصادي عنف اقتصادي ان واحد يخلي يزل واحد ماليا يمنع عنها المسألة فيخليها تتحس ان هي يعيني مهانة ففي عنف اقتصادي او في عنف اقتصادي وفي عنف اجتماعي الواحد لما يهين حد في وسط الناس وفي عنف كمان ذاتي ان الانسان يعنف الانسان ويبقى هو نفسه ممكن يعنف ذاته الواحد لازم تربى انه في ذاته لازم يكون شخص ماله متربي شخص ركن من اركان شخصيته الهدوء لكن فيه ناس بتتربى على انه ركن من اركان شخصيته الشدة والعنف فيتربى من الاول خالص على نزع الرحمة من قلبه زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وما املكه لك ان كان الله قد نزع الرحمة من قلبك فيه ناس بتتربى على انه تتنزع الرحمة من قلبه واحد بيربي ابنه تحت مسمى انه هو بيربيه على الرجولة وهو في الحقيقة مش بيربيه على رجولة بيربيه على المهانة إن الشكل ده مش شكل من أشكال رجولة العنف مش شكل من أشكال رجولة إنما بيربيه على إنه يكون لي إيه اللي حاصل تطبيع مع الأذى مواخد على الأذية سواء أخذ على الأذية واخذ أنه يتأذي أواخد أنه ويأذي صحيح إنه سمينا الأذى ده إنه هو عشان ينشف بس ويقوم مش حقيقة مش عشان ينشف عشان يبقى عنيف احنا بنخلي اولادنا يتطبعوا مع العنف ولو بصنا على العنف احنا عندنا شوية مصادر انا بسميها المبررات المتوحشة لتبرير عنف زي مثلا ضعف الوزع الدين وسوء الفهم للدين زي سوء فهم قوله تعالى فعبهن وهجرهن في المضاجع واضربهن فيبقى الضرب في بعض الاحيين عند بعض الناس ان هو من انفاع انواع التنفيذ الحقوق الاسرية فيرى انه هو من حق العنف احاوظ بالله لأ وكمان بتزيد Nacional انه هو يعتبر دوات ايه انه يعتبر دوات حق بالشرع بالدين الدين هو اللي قال له يضرب فما يضربش ازاي على فكرة انا بكلم عن العنف الاسر انا مبكلمش عن العنف الاسري بس اللي هو العنف ما بين من الرجل للمرأة بس انا بكلمه كمان من علنف من المرأة للرجل وعشان كده بقول لا يجوز ان الرجل يتجاوز المرأة عشان نربيها وإحنا طبعا عندنا من أدوات التربية الضرب فبما انه هيتجاوز عشان نربيها وخاصة لو كان في فرق في السن بقى فرق في السن فهو هيحس ان هو ايه ابوها يقدبها يعني ويربيها ويستخدم الضرب أصلا اقول لكم حاجة أسوأ من كده ساعات مما بيبقى في فرق في السن ما بين المرأة والرجل ساعات في بعض الأحيان بتحس ان هي عندها جرأة ان هي ممكن تمارس مع العنف وتضرب فالضرب هنا نوع من أنواع في الشرع الشريف في الآية نوع من بيانة الغضب الشديد وليس معناه الأذى للأذى الجسدي والأذى النفسي لأن مين اللي فسر لنا القرآن الكريم بأخلاقه وبحياته حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فتقولي السيدة عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط يعني رسول الله ما عملش كده على الترابيس عمره ما عمل كده عمره ما عمل كده حضرة النبي فرسول الله عليه وسلم ما ضرب شيئا قط لا خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله يعني تخيلوا حضرة النبي بيفسرنا القرآن بيقول لنا إيه إيه وحد فيكم يبقى عنيف مع أي حاجة وخاصة البناء دمين فييجي واحد يقول لك ايه انا بأمارس الضرب باسم الشرع هذا كلام فارغ فعشان كده ايه لازم نقفل الباب العنف ده بالضبط والمفتاح العنف العنف ليس له سند من الشرع ابدا فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربش اي حاجة ولا كسر اي حاجة بيده ده سيدنا انس بيقول خدمته رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي افن قط ولا قال لي شي انفعلته لي ما فعلته ولا لي شي انتركته لي ما تركته ويقول صلى الله عليه وسلم بي ابي وامي ما كان الرفق في شيء الا زانة وما نزع من شيء الا شانة ففي بعض الناس بقى يقول لك يقول لك ايه انا مش انا مش رايح لرشادي الزواج ولا هسأل حدي ساعدني اطبق شعرها ربنا ازاي هو ايه اللي حاصل انا عوعيزها وبسرعة هي مش تقبل الوعظ وبعد كده ايه اللي حاصل ننتقل لما سألت الضرب اه انت عايز تنفذ انتقام وشيء من السوء في قلبك عشان توصل لمرحلة ده مرحلة الضرب لانه طبعا بيقولك ان الهاجر ده هيكون ساعة ولا اتنين فالتفسير حقيقي القرآن هو حياة رسول الله انه نستطيع ان حياة رسول الله بتقول لا للعنف ما فيش عنف ما بين الاهل وعشان كده الدليل ارشادي للازواج هو ما فعله رسول الله سلم معه مع زوجاته صلى الله عليه وسلم والدليل ارشادي للازواج هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احنا عندنا حاجة في الاسلام مهمة جدا وهي اننا بنقدم الاشياء باثارها فكل ما الاثار كبر كل ما الجريمة كبرت يعني لما نعمل حاجة الحاجة دي بتبقى اكثر اسما واكثر خطرا لما اثرها بيكون سيء زي الخمر كده ام الكباء انه بتكون حالة من حالات المتوالية في ارتكاب الزنوب والفواحش فلو بصنا على العنف بقى هلاقي الشخص اللي بتعرض للعنف ده يهدم نفسيا ثم يربي انسانا محطم نفسيا وشوف بقى الدوائر اللي حوالينا بقى من التفكك الأسري وإيجاد شخص غير واثق من نفسه وشخص عنده ترومة في اي وقت ممكن تخرج منه حاجة لدرجة ان انا بقشوف بعض الاحيين في جلسات الارشاد الزواجي واحد مش قادر يحب مش قادر تخيل تخيلوا حضراتكم مش قادر يحب عشان مورس مع العنف طب هو مش قادر يحب ليه لان حصلت له معادلة كده يقول اذا كان احب الناس الي هما لربوني ازوني ومرسوا معايا العنف والعنف ده ساب فيه جراحة عميقة في نفسي وازى يبقى انا احب ناس تنيني ازاي فمش قادر يكون الا انسان عنيف شوفوا حضراتكم البنات وهي بتعزف عن الزواج مش عاز تتجاوز مش عاز تتجاوز ليه عشان العمل فيها ابوها من ضربوا ليها وازا وازا امها على فكرة ساعات ما بيبقاش ازاها هي بس حتى ممكن يكون ازياته لامها ايه اللي حاصل طبعا لو ضربني جوزي انا مش هسكت ويبقى جوزي هيكون ارحم علي ليه من ابويا اللي ضربني او جوزي ما هو يبقى نسخة من ابويا اللي ضرب امي كل دي اثار عنيفة واثار سلبية بتبينلك الاثار الوخيمة للعنف والضرب لان العنف على فكرة كمان بيحصل بأزا نفسي من خلال الكلمات والإهانات برضو فالكلمات برضو ممكن تجرح وتكسر انسانه ما نقدرش نصلح فيه اي حاجة تاني انت فكر نفسك مين انت حاجة ما تسويش فيفضل طول حالاته حسس انه ما يسويش ولما يتعامل مع زوجته يتعامل على ان هي شايفة ما يسويش فلازم يوريها انه يسوي وهي تحس ان انت فكر نفسك ايه انت لا حلوة ولا انت زكية ولا اي حاجة فتتعامل مع الناس ايه اللي حصل ان هي دايما عايز تثبت لهم ان هي حلوة وزكية وتمارس العنف مع اي حد ولو يعمل اشارة بسيطة لاي سلك عريان عندها اي سلك عريان عندها هني جرح عندها وتعالوا بقى نشوف الموروث الثقافي بيعمل ايه فين ايه انتوا عارفين انتوا عارفين انها بحب جدا التراث الشعبي وبكلمكم كتير عنه بس في بعض الاحيين بقى التراث الشعبي بيبقى عنده شوية حاجات انا قاسف يعني تجيب الضغط والسكر وتفعل المرار لما تجي تلاقي بقى مثلا التراث الشعبي يجي وقولك بقى ايه يجي وقولك بقى من البلاية اللي محن ممكن اكسر للبنت ضلع اللي يحصل اللي يطلع لها 24 دلع لا اكسر للبنت ضلع اتروح النار اكسر للبنت ضلع ربنا سبحانه وتعالى هيحسبك حساب عسير مفيش بنات تكسر لها ضلع قال اكسر للبنت ضلع لا اكسر للبنت ضلع ربنا هيحسبك على انك انت تعديت على بنيان الله لا اهو ابقى بقى لو كده بقى لو ما كسرت يبقى ايه خلفت امر الله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جعل تربية البنات والاحسان الى هن سبب لدخول الجنة وانت تيجي تقول لي يكسر لها ضلع والاصلا مفتاح من مفتاح الجنة ان احنا نحسن لبنتنا وولادنا يبقى بالشكل ده بقى الحاجات اللي موجودة في الموروسة الثقافي ده في التراث في التراث بتاعنا في التراث الشعبي ده بتعمل حاجات مشكلات كبيرة يبقى نسيق ليهم بالشكل ده التسبب ده يضيع اننا بقى مفتاح من مفتاح الجنة والسلام بقى لما تغيب لغة الحوار وانا عندي عبارة دايما بتقولك اذا غابت الكلمات ظهرت اللكمات نبدو دي بقى نتقن اللكمات بقى ونضرب بعض بقى والعزب الله طب والنتيجة ايه نتيجة في شيء يعني وخيمة الى بحض فاللي احنا عايزين نقوله اني لما بتغيب لغة الكلمات الناس بتتقن اللكمات اللي مش بيقدر يتكلم بيلجأ دايما للعونف خصوصا لو المستوى الاجتماعي في فرق بينه وبين المرأة او المستوى الاجتماعي للمرأة اعلى منه فيبتدي يعمل حاجة انا بقول ايه نسوي بقى الروس التعبير اللي احنا بنقوله نسوي بقى الروس فيعمل ايه فيكسرها عشان يبقى هو شايف انه احنا انهما الاتنين زي بعض انا مش بقول ان العنف عنف رجالي على فكرة ابدا انا بقول ان العنف بيكون من الجل بس بالمناسبة علشان ما حدش يقول لي انت منحزل الستات او للرجالة العنف من اهم اشكاله انهما بيتحوروا احيانا مع بعض ويكون عارفين السلوك السلوك العريانة بتاعت بعض وكل واحد فيهم يمسك السلوك العريانة فيوجع التاني يقول له كل ما يوجعه يخليه يبقى زي النار على فكرة ده اسمه عنف فاي لفظ فيه ايلم واجع ده عنف اي اشارة ممكن تجرح ده عنف لان العنف بيتدرج بيبدأ من كلمة من نظرة فايه اللي يحصل فتوصل بنا الى ان الانسان يوصل بعد كده الى الديرة الجهنمية للعنف اللي ما بتتوقفش عند حد وزيك ممارسة العنف للأسف تكون بداية النهاية في مستوى بيمارس العنف هو بيقول الست لو ما تضربتش مش عحس اني راجل عوز بالله عوز بالله عوز بالله ويعتبروا ان العنف جزء من الحياة او جزء من الحياة القسرية وجزء من القيام بالواجبات الزوجية والله دوت ما لا في شرع ولا في اخلاق ولا في انسانية فلازم واجه ده لان ده مش بيأثر في الست بس ده بيأثر في اجيال واجيال واجيال اجيال كلها بتتربى على المهانة وبتتربى على ان هي لازم تتمرد ولازم ترفض وفي بعض الاحيين يسيب بهم الحال ان هم كمان مش قادرين يعيشوا مع ربنا لدرجة ان الاولاد يجوا يقولوا لامهم ما تتطلقي في اغلب الاحيين لما بيحصل العنف الاولاد بيحسوا كده عشان يقدروا هم نفسهم مش عايزين نتوجعوا لان كل لحظة بيحصل عنف مع امهم او بيحصل عنف معهم هم ما بيتجرحوا في بعايزين نتخلصوا من الواجع ده في حالة من الانتقام زي ما وجعتني هوجعك وزي ما اتعملت معايا بعنف هتعامل معك بعنف وممكن الموضوع يوصل للاولاد ان هم يتعاملوا بعنف مع الطرف اللي بتعامل بعنف مع الاخر لان هم يشوفوا كده ان هم بتصرفوا وبينصروا الشخص الضعيف نعمل ايه بقى عشان نخرج من الدايرة الجهنبية ده في مسألة العنف العسري اول حاجة عشان نتصدى للعنف ده لازم نتوقف عن العنف من اوله يعني ما نسيبش العنف يتسلسل يعني اجا اقول اجا اقول كلمة عنيفة اتوقف نوقف العنف من بدء من اول ما يبتدي يبقى عصبية ويبقى زيادة فمن الطرف فمن الاول خالص الطرف اللي عيقى صوته يحاول ما يعاليش صوته واللي عيشوح ما يحاولش يشوح لازم نوقف ده احنا مش اعداء على فكرة ومش هنقدر نوقف ده غير لما نفتكر ان احنا مش اعداء احنا احباب وازالك انا بحب لما ييجي حد يكون رايح كده يمارس العنف يقول لنفسه على فكرة ده مش عدوي انا بعمل كده ليه ده مش عدوي ده حبيبي واللي انا بعمله ده وطع يخلي الجرح يزيد وغير الالام ويخلي الالام تتغوط وتبقى ولا عايز بالله تجمع صديد فعشان كده اذكر نفسه ان انا متعامل مع حبيبي حاجة تانية ممكن ان احنا لو سمحتوا ما ندخلش الاولاد ما ندخلش الاولاد ده وما نخليش الاولاد هم اللي بيقوموا بدور محام او ما تستخدمش الاولاد كدروع بشرية ارجوكم في العنف ما نستخدمش الاولاد كدروع بشرية ما جيبش الابني ولا بنتي وحطهم بيني وبين زوجتي او هي تجيبها عشان تحطها بيني وبين زوجها لان استخدام الاولاد كدروع بشرية بينهار فيهم الاحساس بالامان فما نستخدمش اولادنا دروع بشرية يعني نحافظ بيها على نفسنا بيهم وهم ما نعملش كده ابدا حاجة كمان ممكن نعملها وتبقى كويسة جدا جدا عشان نتخلص ده لابد ان احنا نعرف انه يمكن نتدرب ونتطور على فكرة ونتغير وما فيش حاجة اسمها اصل هو طبعه كده لازم نعرف ان كل ده بيتغير وان العنف مدمر وان اي عنف بيولع في البيت فلازم نتوقف عن العنف ده وما نفهمش ان ده هو طبعي ما فيش حاجة اسمها طبعه ولازم نتأخذ من الاجراءات اللي ممكن تخلينا نتوقف عن ده وافتكروا مع كل ازان ان انتوا في كل ازان انتوا بتشهدوا ان سيدنا محمد رسول الله في كل ازان بتودوا اشهدوا ان لا اله الا الله في كل صلاة بتحاولوا تتجددوا في نفسكم الرحمة ففي كل صلاة وفي كل ادان حاولوا لما تسمعوا الادانة ولما تدخلوا تصلوا حاولوا تشحنوا نفسكم بالرحم تشحنوا نفسكم بالهدوء ولزاك إلا حاصل كل ما تجد حاجة بتحاول تخليك تتعصب أو تلجأ إلى العنف هدي بالك أنت إنسان محفوظ من الله مش محتاج أن أنت تعمل أي حاجة تدفع بي عن نفسك العنف مش بيخليك في أمان العنف بيخليك في جحيم وبيخلي البيت كله في حالة من حالات فتح الأبواب على آثار لا يمكن تتوقعها أبدا أنت ممكن تخسر حاجات كثيرة أغلى حاجة عند أولادك تخسرها عشان عنف عشان مرة ضربت ولد بألم عشان مرة اتعاملت مع أمه بعنف لازم العنف ده يقف بالمناسبة إحنا مش هنيه أنا مش هاغل أنا مش هملي من إننا نكلمكم على إننا نتوقف عن العنف ما ينفعش ناس بتحب ربنا ولا بتحب رسول الله يبقى عندها هذه الكم من العنف أنا جايلكم وأنا مجوع من جلسات الإرشاد الزواجي إحنا مش هنطبع مع العنف زي ما عش هنطبع مع العدو إحنا كمان مش هنطبع مع العنف إحنا عادين والعنف هيفضل عدو لنا لأن العنف ده خراب البيوت فيه ستات بتقول خلاص بدل هو مارس معايا العنف إحنا وصلنا للخط الأحمر انتهت نصحت جمال اللي بقولها ما تسمحيش لزوجك إنه هو يمارس معاك العنف وما تسمحش لزوجك إنه يمارس معاك العنف لما حد يحاول يمارس العنف قوله لو سمحت تعالى نعود إحنا أحباب إحنا مش هنرضى بالعنف مش هنرضى إنه أي حد فينا يمارس العنف مع التاني يا رب اجعلنا أقوية عشان نقدر نواجه عن أنفسنا ونتخلص من كل أشكال العنف إحنا عارفين إن رحمتك يا ربنا بتنظر إبيها إيدينا فيا رب يملأ قلوبنا مودة ورحمة ويسرف عنا أي خوف يخلينا نمارس العنف عشان نحمي نفسنا إحنا عارفين إنه إحنا في حماك وعارفين إن أنت تنظر إلينا بنظر الرحمة ونظر اللطف فاجعل اليقن من إن من كان في حماك لا يحتاج أن يمارس العنف مع أحد لأنه في حما الأحد سبحانك يا رب العالمين بعد الفاصل يا سادة نلتقي بحضراتكم عشان نتلقى أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونخصص لها وقت عشان نجيب عليها ويفضل جسري مجالس العلم ممدود بينا ونفضل في حضرة مولانا سبحانه وتعالى نتلقى النور والتوفيق والسداد وتعالوا نتلقى أول سؤال النهاردة من حضراتكم من الأستاذة هدى أستاذة هدى أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك يا فانت جزاك الله عنا كل خير وجزاكي الله يبارك في حضرتك أنا كنت عملت من مدة كده الحج وجيت عند التوافل النهائي بقى اللي أنا هروح فيه وجات للبريد جات للحض يعني فما عملتوش طيب فعايز أعرف موقف الحج في الموضوع ده إيه طيب يبقى أنت مش بتكلمة طيب فيه سؤال تاني كمان تفضلي طبعا تفضلي طيب شكرا أنا بكف اليتيم ربنا يبارك لك يا رب بيأكل ويشرب وودت المدرسة وبندفع مصاريف مدرسة ومصاريف دروس وحاجات زي كده هل أعتبر الحاجات دي من زكاة المال طيب خليني ونمرت تلاتة بقى حضرتك حفظ خيارة قهر أنا فيه عندي سؤال في الورث بس هيبقى طويل شوية فلو سمحت هو مكتب حضرتك فين ممكن أبقى في أي فرصة كده تشرفين في دار الإفتة في عندنا درس مع دارة الحساب الشرعي بتتلقى كل أسئلة المواريس ونشرف بحضرتك طيب حاجة عودة أول سؤال حضرتك سألتيني على مسألة الطواف وكان بيتكلم عن طواف الوداع طواف الفريضة أنت بتطفيه مع المجموعة بتاعتك فأنت تفتي طواف الفريضة اللي هو بعد عرفة يعني بعد ما جتي من عرفة وبعد ما رميتي روح تطفتي طواف الوداع ده روح تطفتي طواف الإفادة لكني بتكلميني عليه طواف الوداع فأنت طواف الوداع أنت جالك الحيد فما قدرتش تطوفي طواف الوداع وطواف الوداع احنا عن نفتيك بماذا بأنه هو طواف الوداع ده هو الطواف سن فمش هيبقى عليكي حاجة خلاص فأحنا دلوقتي يبقى أنت مش عليكي حاجة وخلاص وربنا سبحانه وتعالى يكون باركرك في حاجاتك وما تتوسسيش حاجة هودة السؤال الثاني سألتيني هو دلوقتي أنا كفلت طفل يتيم وانت بتقولي أني أنا عندي زكاة فقال يمكن أن تكون الزكاة دي لأنه هو لهو فرع وارث ولا هو أصل من الأصول يمكن أن تكون دي من زكاة المال هو عندنا مشكلة المشكلة أنه عندنا أنت التزمت بنفقته التزمت بنفقته ولكن اللي راجح أن يجوز أن أنت تعتبري هذا المال من مال الزكاة لتغليب مسألة أن الأصل والفرع عينة بيكون أمور نسبية مش أمور تطوعية والكفالة اللي أنت بتكفريه بيها دا الكفالة دي نوع من أنواع التطوع وليس من نوع من أنواع الوجوب فلذلك يجوز أن أنت تجعلي هذا المال فيه من مال الزكاة وإن شاء الله ربنا يبارك لك وإن شاء الله ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناتك نعم أستاذة نور أيها يا شيخنا اتفضلي يا أستاذة نور ربنا يبرك لنا فيك يا شيخ والله ويداديك خير الجزاء على رأسي ربنا يحفظ حضرتك ويزيدك نور وبركة أنا خليه أنا بس تابع الحلقة دي كل الكلام اللي حياتك قلت وهو تابعي تمام بس فأنا محتبلة قلت بقى قبر دماغة فأنا معايا بنتين وايه قلت قبر دماغي من أي مشاكل وطلاء وخلوة وكده لأن أنا كنت أرمالة أصلا طيب فالله مصالع عليك يا نبي أنا اتبحت بقى جهس جهس تاني بقى بقرأ القرآن وكده وبصالي وكده بس دي حاجة عادي أسألك فيها أنا عندي سؤالين قبل كده يعني عندي سؤالين غير ده تمام إن شاء الله ربنا يجعلك إن شاء الله من الصبرات وبطلة وده مش معنى كده أن أنا بقول بقول يا جماعة الخير مش معنى كده أن أنا بقول لأستاذة نور أن هي يعني أن الرجالة يعملوا كده يمارسوا العنف لا ده ستة اللي تعمل كده وتصبر عشان أولادها تبطل لا لا مسلميني عليهم مسلميني على الولاد قلتوا إحنا موجودين فيه وعيشين فيه طيب ماشي بس أنا عشان كنت في خير قبل كده يعني زوج الأولان الله يرحمه ويحسن إليه فقلت إيه أكبر دماغي أنا إيه باحتبر إيه هل ينفع احتبر الحياة لأنا بقت عيشها دي عشان بنات لأنا مخلفة منه بنت تمام يا شخص سمأك سمأك كويس بقول يا رب عندك في سبيل الله خيري وعزي وهناية عندك يا رب خلاص أنا مش عادي حاجة من الدنيا تاني ينفع ولا ينفع طبعا ده أنت بطلة ربنا يبارك لك بس أنا كمان هقولك شوية حاجات هقولك شوية حاجات بس عشان إيه كمان ربنا يبارك لك ويطيب خطرك إن شاء الله ويحفظك بصوا جماعة عشان بس نبقى واضحين أي حد بيصبر على أون في حد تاني فهو في مقام الصبري لأن رسول الله اللي قال كده الذي يعامل الناس الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرهم ممن يعتزل الناس قاله ويصبر على أذاهم يبقى لو حد بيتعامل مع حد وبيصبر على إنه هو بيمارس مع العنف فهو إن شاء الله من الصبرين ولكن ده مش معناه إن احنا ما نحلش المشكلة ده معناه إن احنا اللي بنعمله ده ربنا يكتب لازم نحافظ على الأسر فاللي أنت بتعمليه ده وقت بطولة ربنا يبارك لك فيها وربنا يحفظك ويزيدك نور وبرك بس أنا بقولك بقى شوية حاجات تانية نعملها أنت اعتبرت إن القضية خلصت لا القضية لسه ما خلصتش لسه فضل ربنا واسع لسه كرم ربنا موجود وجعل بينكم مودة ورحمة طب نعمل إيه؟ حضرتك تخليه من إيديه وتروحي على الإرشاد الزواجي مش راضي تبتدي تعملي إيه؟ ببساطة تعملي تلات حاجات أول حاجة تيجي تسألي تعودي معاه وتعودي معاه وتكلميه بتقوله له أنا بحبك وعايز أزداد حبا لك ممكن لو سمحت نقعد نتكلم بس فقوله له أنت إيه اللي يخليك بتزعل فهيحكي لك شوية حاجات كده فاسمعي فأول حاجة اسمعي تاني حاجة قوله له طيب تيجي نتفع على أن أنا لزع عليك وإن أنت تزع عني يعني إحنا مش هنعمل للي أنت بتقوله ده بس لو سمحت أنا مش شايفة الإنسان الكريم يضرب أو إنسان الكريم يتعنف ولا يتهزأ وأنا في الآخر خالص أنا منسوبة إليك فأنت لو أكرمتني أنت راجل راقي وراجل في غاية ويبقى أنت مع حضرة النبي وبتتخلق بأخلاق حضرة النبي بيهدوء كده تالت حاجة وده شيء مهم جدا أنت ممكن تكون يعرفة معلومة عنه في أسرته وأنه هو كان بيتمارس مع العنف وأنت المعلومة دي عدتيها بس المعلومة دي ممكن تخليه هو عامل زي الطفل الصغير اللي محتاج طب طبعا أنا بقول الكلام ده للرجل والسيت عشان الناس أنتوا عندكم خير كتير أنتوا عندكم نور ومدد من ربنا أوها تفتكروا أن أنتوا عجزة إحنا فؤرة بس ربنا معانا فأنت لو عملت ده ربنا يغير كتير في حياتك فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويوسع عليك زي ما ربنا موسع عليك وبيعينك كده ومخليك من الصابرات ربنا يكرمك ويزيدك خير وبركة وده زي ما أنا قلت ده مش مبرر الرجال أنهما يستمروا للعنف وفي نفس الوقت وبذات في حالة أختنا نور ولكن أنا بقولك أن أنت اللي فات أنت صابرة وتسبوري ولكن في نفس الوقت تتعلق المشكلة تجيبين نتكلم معاه في الشهد الزواجي وفي نفس الوقت تعمل الخطوات اللي أنا قلت لك عليها وربنا يكرمك ويوسع عليك إن شاء الله نعم السيدة مويوسف تتفضل السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحقيقة يا شيخ أنا عندي طلب ما عندي سؤال طيب عندك طلب وسؤال تفضلي لا عندي طلب بس ما عندي السؤال تفضلي أنا بنتي عندها مشاكل كتير مع جزهر في حضرتك اتكلمت فيه موضوع الحلقة ده في العنف الاقتصادي جانب جدا وهو معا فلوس كتير وشغل كل حاجة زي الفل وعملنا مشاكل كتير وعملنا أعداد ورحنا من حضرتك في مركز الإرشاد وربنا يبرك لهم هناك أعدوا معهم كتير جدا هو أصلا ما وفقش يروح غير لما أنا قلت له خلاص كل اللي بينك وبين بنتي خلاص آخر حاجة دي أن أنت خلاص كده طلق طلق ما وفقش يروح غير لما قلت له خلاص المواضيع كلها انتهت وافق يروح بس عشان ما يقيه ما نكملش موضوعات طلق راحوا وقعدوا وربنا يزدرك لهم عملوا كل حاجة هناك وبعدين قعد شهر واحد بس شهر واحد بس إنسان قدله وبعد كده كل اللي كان قبل كده زاد زاد إيه؟ زاد إنه بقى بدل ما يضربها هي خلاص أنا قلت له لو إيدك اتنادت على بنتي تاني مش هستحرم وخاطع إيدك قدام الرجالة وقدام كل الناس لأن أنا وعيالي أبوهم متواطفي آخر حاجة عملها بقى إنه خلاص يفضل يضرب في العيال لما يقولوا جعانين لحد ما يناموا ويفضل من الشغل أنا جاي أنا جاي أنا جاي وجاي بالأكل لحد ما العيال تعيط تعيط لحد ما تنام ومش عارفين له حال وهي يعني هي عيني جامعية وهو مهندس ومعاه مش ما معهوش وعشان المشاكل دي كلها أخدها وقعد في أكتوبر قدم في الحضانة لا قدم مش عارف إيه لا دروس لا كله لا بالخناء والضرب وقلت الأدب والشيتيمة وكل عد أول ما تقوله أنه هتتصل بعمي وخالي طيب يا حاببتي وخالص يا حاببتي يومين اتنين عدل وكل يوم خناء بسبب نفس الموضوع العيال تعيط لحد ما تنام من الجوع طيب هاتلهم كذا طيب أنا مش عايزة أكل هاتل الولاد عذاب يا شيخ عشان العيال يأكلوا عذاب ما فيش كده حضرت متخيل كده بيت تلاجة مفتوحة ما فيهاش غير ميا حضرت متخيل ما فيش كيلو رز ما فيش إزاز الزيت ما فيش بطاطس كل ده موجود أنا لما بحكي لصحبتي قالتلي لو حد غيرك أنا مش أسبق الكلام ده فضيع 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 طيب طيب يا حاجة يا مو يوسف أنا بطلب من حضرتك يعني زي ما حضرتك طلبت مني طلب قلتلي أنا مش السؤال ده طلب أنا بس أنا عايزك بس قلت كل اللي عندك واللسه عندك حاجة تانية يا مو يوسف أنا بس هطلب من حضرتك تجي إيلو أن يبقوا إنسان صالح وطبيعي ربنا إن شاء الله ويهدي بنتي لأن هي خلاص يعيني جابت آخرها طيب حاضر أولا بقول لبنتك أن هي بطلة وأن بنتك ديت إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لها تاج من تجانس الصابرين وإن شاء الله ربنا يجعلها في خير حال ولكن أنا بطلب من حضرتك طلب إن هم يتفضلوا يجوننا مركز الإرشاد الزواجي مرة تانية وإحنا المرة دي نتكلم معهم بكلام مختلف يتناسب مع إني أخونا عنده شيء لازم نعرف هل الشيء اللي عنده دوت جاي من النشأة والمفاهيم اللي عنده ديت إنه هو ما يصرفش ده سببها أي نوع من أنواع للتراب فخلينا نشوفها نعمل إيه إحنا مستعدين للمساعدة وخاصة في حالة الزوجة فيها يعني تقوم بهذا الجهد الكبير جدا جدا للحفاظ على القصة بنا يبقى لها ويجعلها إن شاء الله في خير حال بس أنا زي ما قلت لحضرتك إحنا محتاجين إن إحنا ما نستخدمش لغة التهديد معا ليه ما نستخدمش لغة التهديد لإنه واضح دي ما بتجيبش نتيجة لكن أنا كمان عندي نصيحة كمان إن بنت حضرتك لو ما كانتش بتعمل تعمل كمان تعمل ليه عشان هي تحافظ على نفسها وعلى أسرتها من إن هي تتعرض لهذه المأساة الشديدة فهي المسألة ببساطة خالص إحنا محتاجين نقعد معاه هلنا نشوف ده الطريقة دي والحرص ده والبخري ده هل شابه شيء في النشأة فنتكلم معاه ونتناقش معاه لإنه ما أظنش إن فيه حد عاقل ممكن يضيع أولاده إحنا عندنا حديث رسول الله سلم إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول وده تنوع من أنواع التضيع الأب لازم الأب لازم بشكل واضح يطعم أولاده على الأقل يطعم أولاده تلت وجبات لكن لو يعيشوا كده من غير أكل يعود مع أولاده ويتكلم معهم ويعودوا ويحطوا الموارد اللي عندهم لو هوا ما عندوش موارد ويتفقوا وينظموا مع بعض بما يتناسب مع الموارد لكن إنه هو يعذبهم وإنهما يتعبهم ويخليهم في الحالة دي ما أظنش إن في حد يرضى بده يعني بشرة للزوجة اللي هي بتطيع ربهنا سبحانه وتعالى وتحافظ على بيتها لكن في نفس الوقت أنت عندك فصحة من أنك أنت تسعي إلى حل المشكلات ما ترضيش بالمهانة لكن في نفس الوقت عليك أن أنت تكون حريصة أن أنت تحافظ على بيتك بأن أنت تسعي إلى الحل شكرا لهذه الأم المباركة اللي بتسعي إلى حل بيتها بس بعيدة عن التهديد يا رب اكرمنا واجعلنا دايما في طاعتك وفي نورك وفي بركتك وفي رحمتك واجعل يا رب هذه القلوب العنيفة ينالها رحمتك ولطفك ويكونوا على أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي فتح لنا الأبواب أبواب كل الخير لما كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ما كان الرفق في شيء إلا زانة يا رب زين قلوبنا بالرفق واجعلنا من الرحماء ويا رب خلص مجتمعنا من هذا الوباء وباء العنف وخلي الناس مرتاحين للخاطر وخلي قلوبهم طيبة يا رب ويمسح على القلوب كلها واجعلها يا ربنا في رحمتك وفي لطفك ويا رب طيب خاطر اللي تأزو واجعلهم يا ربنا في رحمتك وبركتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكمامين يا رب العالمين